السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لسا مكملين في سلسلة باور كوري متقدمة او ادفانس باور كويري والنهاردة هنشوف فانشن جديدة من الام لانجوج فانشنز ما هيش مشهورة اوي لكن مهمة جدا وهي فانشن تيبل دوت بوفر ووظيفتها الوحيدة ان هي ممكن تسرع لك البرفورمانس او الرفريش تايم بتاع الكويري بتاعك يعني لو عندك كويري بطيئة شويتين بسبب ان تستخدم فيها فانشن معينة او تكنيك معين مبطقة حبتين وليكن عشر دقايق ممكن جدا ان الرفريش ده ينزل من عشر دقايق لخمس دقايق يعني حد ضاعف السرعة بتاع الرفريش طبعا حسب ظروف كتيرة وده اللي هنحاول نعمله وبعد النهاردة هنشوف مثال مرة باستخدام تيبل دوت بوفر ومرة من غيره ونشوف ايه الفرق بينهم ويلا بسرعة نروح على الاكسل ونشوف هنعمل ايه النهاردة على الشمال عندي جدول صغير عمودين بس العمود الاول فيه الديت او التاريخ وبعد كده عندي الامونت المطاط بكل تاريخ وهو جدول صغير جدا ما فيهوش الا بس عشر صفوف او عشر روز والمطلوب ان انا اضيف هنا عمود جديد والعمود ده ميكون كل اللي مطلوب منه انهو يحسب لي الانينج توتل او الاجمالي الجاري يعني في اول سطر يحسب لي اجمالي اليوم الاول بعدك ايه في سطر الثاني اجمالي يوم الاول مع الثاني السطر الثالث الاول والتاني والتارث وهكزا وطبعا احنا اخذنا كلام ده في فيديو تاني قبل كده هسيبه لك اللينج بتاعه علشان هايشرح بالتفاصيل لو انت عايز تعرف تفاصيل موضوع الانينج توتل و اكتر من تكنيك عشان نعمله لكن النهاردة هنقض مثال بسيط و مش هنركز قوي على الموضوع ده وبعد كده نشوف علاقته ايه مع موضوع table.buffer طيب خلينا بسرعة ناخد ده على power query editor right click و هقول له get data from table range هيفتح لي على طول power query editor على يمين عندي خطوتين source مفيش مشكلة و change type تمام بس ممكن اغاير date و time اخليه date بس replace current و انا كده جاهز التكنيك اللي هنعمله عشان running total انا اضيف الاول index column وبعد كده احسب running total و زي ما قلت لك مشروحة بالتفصيل هروح على add column هلاقي حاجة اسمها add index column او index column هاختار from one مش from zero خد بالك هيديني ترقيم من واحد لغاية عشرة مفيش مشكلة خالص من add column تاني هقول له add custom column من custom column window تعالى ندي اسم وليكن running total وبعد كده تعالى نشوف عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب الخطوة السابقة عايزين نعمل reference للخطوة السابقة اللي هي added index ومش كده بس وعايز كمان اعمل reference ال amount نفسه وتعالى نشوف هنعمل كده ازاي علشان هنا فيه space جوه ما بين اسم ال step فيه space فحبدأ بالهاش وبعد الهاش حبدأ احط double code واكتب added index اعتقد كده هيفهم كمان انا عايز زي ما قلت ال amount فهفتح قوس واقوله لو سمحت انا عايز قوس مربع واختار لي لو سمحت ال amount وادوس على اوكي فجاب لي جوه كل واحدة من دول لستة لو بصيت كده هتلاقي اللستة كاملة يعني لو بصيت هنا هتلاقي دي نفس اللستة الكاملة بتاعة ال amount كل كل column او كل سطر من دول لو رجعت تبص على السطر اللي بعده هتشوف نفس الكلام بالزبط تبص على اللستة دي نفس الكلام اللستة كاملة نفس الكلام اللستة كاملة وهكذا يعني احنا كده قربنا بس ده مش بالزبط اللي احنا عايزينه وتبتعنا نعمل ات مرة كمان انا مش عايز ان هو يجيبلي اللستة الكاملة في كل سطر من السطور انا عايز في اول لين يجيبلي اول لين لوحده في اللين التاني يجيبلي الاول والتاني في اللين التاتي يجيبلي الاول والتاني والتالت و هكذا يبقى عشان اعمل كده ممكن نستخدم فونكشن لطيفة جدا اسمها اللست.firstn استخدمناها اكتر من مرة وبعد كده هفتح القوس عايز مني لستة واللستة احنا حطناها وبعد كده عايز مني count or condition الcount اول condition هيكون الاندكس وبعد كده اشفت وانتر واقفر القوس وادوس على اوكي تعال بقى بص كده اللستة بقى فيها اول لين هنا اللستة فيها اول two lines او هوا بص كده بالزبط ادي اللستة في السطر التاني فيها اول سطرين طب تعال نروح نشوف اللستة في السطر التالت هتلاقي اللستة في السطر التالت كبرت شوية وبدل ما بقى فيها سطرين بقى فيها ثلاث سطور ادي او ادي اول ثلاث سطور و ادي هنا بالزبط بقى عندي ثلاث سطور وهكذا فالموضوع بقى سهل جدا دلوقتي اقدر اروح اعمل ادت للمرة الاخيرة وفي ادت custom ده قبل list.firstn ممكن استخدم list.sum عشان يجيب لي running total هفتح قوس وقفله في الاخر خالص وادوس على اوكي وقادي عندك running total بقى مظبوط مية في المية اخر حاجة ممكن بس ازود هنا كاما علشان data type فحكتب هنا int 64 dot type و اعمل check mark فكده كمان ضبطنا data type home close and load هختار existing worksheet ونروح على column e وادوس على اوكي والدنيا تمام 10 سطور اللودينج مخدش ثواني والعملية ممتازة جدا طب ايه المشكلة؟ المشكلة لو حاولت اكبر قوي اللي بعم عليها running total وده اللي هنشوفه في السكشن الجاي نفس الجدور بتاعنا بالزبط لكن بدل ما كان فيه 10 سطور انزل كده معي تحت بقى فيه كام بقى فيه حوالي 8000 و 200 لين يعني اكتر من 8000 لين وعايز دلوقتي اجارة بعمل refresh وشوف الكلام ده هياخد وقتات دي خد بالك انه هو كل مرة هيروح على كل لستة لو قدت باكي من الخطوات احنا الاول هنا اضفنا كل لستة وبعد كده ونضيف اللستة دي بدأنا نستبعد منها حاجات او نختار منها حاجات معينة فالقصة دي هيكررها اكتر من 8000 مرة وعايزين نعرف لما نعمل الكلام ده 8000 مرة او اكتر حياخد مننا وقت قد ايه عشان كده كمان انا جهزت هنا تايمر زي محرك شايف كده ممكن نصغره شوية بقى عندنا هنا فيه تايمر فانا كل اللي هعمله هقف هنا واقول له refresh يعني هعمل right click وقول له لو سمحت اعمل لي refresh وكمان هشغل التايمر عشان نشوف الكلام ده هياخد مننا وقت قد ايه فانا كده يعني طبعا هيبقى فيه فرق ميلي seconds ما بين الكلكة دي وكلكة دي بس مش مش مشكلة فهدوس refresh واضي التايمر وبدأ يعد طبعا لو بصيت على اليمين معايا هنا هتلاقي عمال يعد عدد الروز لوقتي هو خمس ست ثواني وخيان نستنى ونشوف هيوصل فين بالزبط هو كده خلاص خلص يعني انا حاولت استوب بالزبط اول ما خلص يعني ممكن يكون فيه فرق نص ثانية هنا نص ثانية هناك لكن لو خدت بالك احنا كده حوالي ديئة واحد وخمسين ثانية اقول ديئة وخمسين ثانية يا سيدي طبعا وقت طويل نسبيا ان هو يعمل الكلام ده على 8200 طبعا لو ديتا اكتر من كده اكيد هياخد كمان وقت اطول من كده وعشان كده ندور على حل نحاول نسرع به العملية دي شوية وهنا هيجي دور تابل لوت بوفر وده اللي هنشوفه في السكشن الاخير من الفيديو تعالى نعمل ادت عشان نشوف هنعمل ايه او ازاي هنزاوي تابل لوت بوفر تعالى نخلي الكاونتر ده على جنب شوية او التايمر ده على جنب شوية وتعالى نحاول ناد التابل دوت بوفر انا اللي هعمله ان انا هحاول ادت خطوة قبل ادت كاستوم دي اللي هسبنا فيها الراننج توتل يعني بعد ادت اندكس عايز ادت خطوة والخطوة دي هي اللي هتكون تابل دوت بوفر فانا مختار ادت اندكس هدوس على اف اكس فهيفتح لي طبعا يسألني عايز تانسرت اه طبعا هانسرت نو فيش مشكلة وسماها اهو كاستوم والداني اكسس على الفورملا بار والداني ريفرنس الخطوة السابقة اللي هي ادت اندكس وكل اللي هعمله هكتب فونكشن تابل دوت بوفر ما بتحتاجش غير بس تابل والتابل جاي من الخطوة السابقة فهقفر القوس افتحه طبعا واقفره في الاخر ومفيش اي حاجة محتاجة اكتر من كده وكل اللي بتعمله تابل تابل ان هي بتوصل عند الخطوة دي وبتعمل ستور او بتخزن الجدول داخل الميموري او داخل الزاكرة بتاعة الباور كويري بحيث ان انت ما تحتاجش انك تعمل ليها ريفرنس من الاول خالص في كل مرة وطبعا ده الى حد كبير ممكن يسرع عملية الرفرنس فمش هعمل اكتر من تابل والبوفر على الخطوة اللي انا عارف ان هي بتاخد طويل بتاعة حسبة الرنينج توتل وحعمل التشيك بوكس خلينا نسمي شوية اسامي هنا عشان الدنيا بازت خالص في الاسامي هنا فممكن وهنا اقول له تابل بوفر دي خطوة البوفر والتانية برضو خلينا نديها اسم رائد كليك ورينيم تعال نسميها مثلا الرنينج توتل عشان نبقى فاهمين ان دي خطوة الرنينج توتل اللي قبليها متسميها ادد اندكس فكويسة نفقاش حاجة وانا كده اعتقد ان انا جاهز كل اللي حعمله ان انا حبدأ اعمل كلوز انلود وانا بعمل كلوز انلود كل اللي حعمله ان انا حدوس على الكاونتر طبعا لازم اريسات افتكر معي دقيقة واحد وخمسين الريسات اهو بدأنا من الصفر وحنبدأ نعمل الستوب واتش تاني او التايمر ده وكلوز انلود وهندوس على التايمر وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل بدأ عليمين اهو يعمل لودنج بيعد لو تاخد بالك العد اسرع بكتير وتعالى نشوف نستنى كده معاه ونشوف ايه اللي هيحصل هو كده خلص زي ما حاك شايف سبعة وثلاثين ثانية يعني نزل حوالي دقيقة وربع من دقيقة واحد وخمسين لسبعة وثلاثين ثانية فكده نزل حوالي بالزبط دقيقة وربع واعتقد ده بروجرس كويس قوي يبقى مجرد ما استخدم تايبل دوت بوفر وفر تقريبا يعني نزلت اقل من نص المدة اللي استخدمتها في حالة الرفراش طبعا لو حاجة اكبر من كده وبتاخد وقت اكتر من كده يبقى السيفنج او التوفير اللي هتعمله باستخدام تايبل دوت بوفر هيكون افضل بكتير اعتقد ان هو بروجرس مش بطال يعني لما نقلل وقت الرفراش من دقيقة واحد وخمسين ساعة تقريبا دقيقتين الى تقريبا نص دقيقة اعتقد بروجرس مش بطال جدا ومعنى كده تايبل دوت بوفر ممكن فعلا تساعدك ممكن تنقذك وتكون حل لحاجات كتيرة مهمة اتمنى يكون الفيديو عجبكو لسا مكملين برضو ان شاء الله قدامنا بعض الحلقات في نفس السلسلة فاستنوني في الفيديو الجاي وشكرا جدا لوقتوكو وكالعادة لو عجبك الفيديو لو سمحت اعمل لايك واشتراك في القناة واسبلي تعليق واعمل شير للفيديو واشوفكو المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته